يخوض اللبنانيون تحدياً إنسانياً كبيراً ناجماً عن النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية الشرسة وقال مفاوض الأمم المتحدة السامي للشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن ألف مدرسة في لبنان تضيق بالعائلات النازحة تحدي إنساني ناجم عن النزوح وتحدي آخر بسبب استحالة التنقل هذا ما مات عليه اللبنانيون جراء الحرب الإسرائيلية الشرسة مفاوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي قال إن ألف مدرسة في لبنان تضيق بالعائلات النازحة فيما يعيش نازحون آخرون مع أقاربهم أو في الشارع بسبب الغارات الجوية التي تطال العديد من المدنيين والبنية التحتية المدنية في أرجاء لبنان ومنذ أن شنت إسرائيل حرباً مفتوحة على لبنان بات المدنيون من لبنانيين ولاجئين محاصرين تحت القصف الإسرائيلي وأن بعضهم مجبر على المغادرة فيما يرغب آخرون في ذلك لكنهم لا يستطيعون وأجبرت الحرب الإسرائيلية أكثر من واحد واثنين من عشر مليون شخص على النزوح أو مغادرة لبنان أي أكثر من ستس عدد سكان البلاد في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بضرورة مساعدة لبنان لأن المدنيين لا يمكنهم أن يدفعوا ثمن فشل عدم إيجاد حل سياسي لوضع حد للحلقة المفرغة للحرب ومع توجيه الأم المتحدة نداء من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية من أجل لبنان دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة في الشرق الأوسط وقالت اللجنة إن المنطقة تشهد دماراً واسعاً نطاق وتجريداً للأشخاص من صفتهم كبشر فقد أصبح المدنيون مجرد أعداد أطفال وآباء وأشقاء وأصدقاء يكافحون الآن من أجل البقاء على قيد الحياة ويواجهون كل يوم الحزن والخوف وعدم اليقين بشأن مستقبلهم بليهم